مرحبا برج الدار و اهلا فيكم اتعرف اشلونا حسيني الشمس لما تطلع او تبزغ تضخم كل شيء توضح كل شيء تساعد كل شيء على النمو مشاعر تجاهك تضخمت هذه هي الكلمة بالضبط عشان نكون دقيقين كانت مجرد بذرة كانت صغيرة بالنسبان المشاعر للأسف ان مشاعر شركك ما نمت بالشكل المطلوب و ما وصلت الى المستوى اللي انت تتمنى لما كنتوا مع بعض ما كان مستعد حتى ان يقدم التضحيات ان يقوم بالامور الصعبة تنازلات لما كنتوا مع بعض نمت و شافت ضوء الحياة مشاعره الحين لما ابتعدت و لما صار احتمال وايد صعب انك تثق في مرة ثانية وترجع لي يا برج الدارو خلا نشوف الكرت اللي بعدها النجمة هذا كرتك انت طلع عند الشريك اوضح من شذي ما فيه انت و برج السرطان من الابراج اللي طلعت كرتاتكم الخاصة عند الشريك وجود كرتك هنا عند معناته انه ان انت هو كل ما يفكر فيه في هاي الفترة مهوس بالتفكير مهوس بالتخيلات مهوس بالاسئلة اللي تتعلق بخصوصك وين انت وشون قاعد تسوي هل مضيت قدما مع احد ثاني هل عندك احد ثاني في حياتك هل انت مشغول هل انت اصلا طرع على بالك يفكر هو هل انا جيت على بالك وايد اسئلة عنده يفكر ولكن ما يحصل جواب من المحزن فعلا احنا نترك شخص وما تنبت مشاعره ما تطلع مشاعره سبحان الله الى لما اصير الفرق ملكة الارض اهني في هالكرت كأنما شريكي يقول انا واعي وفاهم انه مو كل اوقاتنا او كل معاملتي مع برج الدلو كانت طيبة سويت بعض المشاكل سويت خذلان احبط برج الدلو غلط في حقه ولكن لو يرجع فيني الزمن بعد راح اعيد واكرر الاصطوانه معاه حتى لو ما كنت اقدر اغير ولا شي كانت احسي هنا عنده طاقة ما يقدر يغير الامور اللي انت كنت محتاج يغيرها كان مساعد يحطيك اشياء وايد غير بس مو الامور بالضبط اللي انت اطلبها كان خاص الارتباط ملكة الارض كأن هذا الشخص لحد الان فيه نفس وعنده امل وعنده طاقة للاسف كل هذا ما يقل لما صار البعد لما صار الفراق عنده طاقة انه يرجع وعيد الكرة معاك يرد يفتح الصفحة يرد يحاول من جديد نفسه في اوج قوته يمكن انت اللي تعبته قلت له خلاص بس اهوه هذا الشخص لحد الان ما عنده مشكلة يعني اه لو يرجع فيكم الزمان او لو يصير من جانبك شيء وتفتح باب التواصل معه ما عنده مشكلة ولكن السؤال هل فعلا تغير مشاعره كثرت تضخمت يمكن قصة كل ممنوع مرغوب لانه انت اصبحت ممنوع لانه صرت بعيد عنه هل انت تقدر تمسك النجمة في يدك مو تقدر النجمة جدا بعيدة ملايين الاف السنوات الضوئية نفس الشغلة لانه انت صرت بعيد المنال فصار احي مستعد انه يقدم لك شيء مثل الطعم عشان تريد ترجع لجنابه السؤال اللي بعده هل الشريك راضي وسعيد بالانفصال عندنا كرت العدالة كرت برج الميزان عندنا هني كرت برج الاسد وهني الابراج الترابية جدي ثور عذراء احس احس طاقة هذا الكرت مقلوب شريكك يحس انه ما كان من العدل ما كان من الانصاف انه انت ما تعطي فرصة اعدل اغلاطه ولو انه هني قاعدين نشوف الحقيقة انه ما يقدر اعدل اغلاطه لحد الان ولكن نحس انه من غير العدل انه انت ما تعطي فرصة انه انت اخذت قرار الانفصال بروحك انه اللي صار مو عدل ومو انصاف بغض النظر من اللي اخذ قرار الانفصال ما كان عدل ومو راضي عنه مو راضي عنه احسهني لانه خدش كبرياءة مو لانه هو ندمانه يبي يصلح ويبي يعطيك اللي قبل ما كان يقدر يعطيك يا لا احس انه انت بديت نفسك واخترت نفسك وهذا الشي معاجبة عشر الاكواب يمكن انت تتمنى الزواج تتمنى الارتباط تتمنى الوفاء الحقيقي في العلاقة لما تقول انت برجدل انا فعلا ابي علاقة تكون المعايير المطلوبة عشرة اكتمال كل المواصفات ما فيه علاقة كل شي فيها مثلا اوكي ولكن مثلا مو مستعد ان يرتبط او كل شي فيها اوكي ولكن اخون فيه امور معينة ما نقدر نتنازل عنها هذا انت هذا اللي شافه منك انت فكأنما هني يقول برجدل اختار اللي في مصلحته وسوى اللي يصلح له لان انا ما كنت من العدل يمكن حتى يقول مني العدل والانصاف ان اوهو تركني لان انا ما كنت استعد وما كنت مستعد لحد الان ان اعطي كل ما يتمنى ويستحقه واخر شي الغصن الاول كأنما هني قاعد اوهو يشوفك هني ما يخص رضا لانه شفنا انه مو راضي او يحسنه من غير الانصاف اللي صار ولكن في نفس الوقت يشوفك ان انت يمكن لعاب ان انت ما كنت معاجات ان انت اللي ما تمسكت فيه عنده شوي طاقة لوم ايضا تفكيره فيك الحين اكيد برجددلو لقى شخص ثاني مع شخص ثاني هايم في هوا شخص ثاني هذا هي طريقة تفكيره فيك او اللي يعتقد ان انت تسوي لان هني عنده تساؤلات اذا تذكر فهني الجواب لتساؤلاتي اعتقد ان انت لحد الان قاعد تبحث عن المتعة هل مثلا ابتدت علاقتكم ان انت تبحثون عن مجرد صداقة استمتاع تغيير جو بعدين صار فيه تحول في المشاعر لما صار فيه تحول في المشاعر سوري الشريك او اللي فشل النا يعطيك او يحول هذا الشيء البينكم الى شيء جاد الى شيء رسمي شيء خص الامور القانونية اخر سؤال ام لانما فعشان هني اختصر الجواب للسؤال او هو مو راضي احس انه من غير الانصاف اللي صار ولكن في نفس الوقت من الانصاف لانه مو مستعد يعطيك اللي انت بيه لذلك انتخبت نفسك ومشيت السؤال الثالث ما هي خطوة القادمة عندنا سبع الخماسيات راح يظل منتظر يعني هذا الطاقة انا سميها جدا صعبة خصوصا لما يتبعها برج ترابي او برج نفس طويل مثل برج الميزان نفسهم مو يطويل سبع الخماسيات راح يظل متمسك ولكن في نفس الوقت مو يحار بتقولي شلون يا علي كلامك متناقض من ناحية طاقة التخاطر طاقة انه يفكر فيك اتعرف لما يأتي شخص في بالك انت خلاص نسيته وانهيت وصكيت الباب ارد يأتي في بالك كأنما ارد يفتح بينك وبينه ترى هذا مجرد تخاطر قاعد يرد يدق عليه الباب ويفكر فيك انت بعد يطري على بالك وصيرون تفكرون في بعض وترد المشاعر شوي تمفتح مثل صنبور الماي اللي رديت فتحته من جد وجديد بعد ما تعافل جرح فمن ناحية التحركات ما اشوف في تحركات واضحة راح يسويها يظل في طاقة الندم الأسى زعلان على نفسه وزعلان عليك ولكن ما في تحركات حقيقية ولا ان اللي خلاص بيستعد ان يصك الصفحة ويطلع من حياتك للأبد ويتنازل عنك للأبد لا يعني دائما كنت اقول لكم طاقة اللي واقف عند الباب لا هو راضي يدخل داخل البيت ولا هو راضي يمشي يظل حول البيت هذه الطاقة احتمال في اي لحظة في لحظة الضعف هذه الطاقة هي الطاقة الاصلية الحقيقية او خطوة القادمة الحقيقية في لحظة الضعف ممكن انه رح يرسلك رسالة او يحاول يتصل فيه اذا انت مو مسوي لبلوك او يحاول انه يعرف اخبارك عن طريق انه يبحث عنك في الانترنت هذه محاولتها المستميتة عشان يشبع فضوله او يشبع اسئلة هني تساؤلات اللي تخصك انت انت وين ومع منش شنو قاعد تسوي يبي عرف وللأسف طلع عندنا كرت ملك الاكواب ولكن مقلوب لما يكون مقلوب معناته اللي قلت لك يا بالضبط شنو اقول لكم انا دائما في قراءاتي خصوصا متابعين اللي يتابعوني لفترة طويلة نية الشخص ومشاعر الشخص ابدا لا تعني ان احنا راح نحصل اللي نبيه واللي نتمنى منه لان في جانب هني يقرب طاقة الاماني الحاسيس والنية وفي جانب اخر هو جانب الافعال من ناحية الحقيق الحقيقي الامور اللي انتكن تطلبها من هذا الشخص يا برج الدلو الوعود اللي تبيه يوفي فيها الوقفة الحقيقية الاجراء الجاد للارتباط الكرت هذا مقلوب يعني راح يضل على نفس الحال مو قادر يعطيك الامور اللي تتمنها او تبيها حاليا في الحياة لكن نفس الوقت مو مستعد ان يفل ويذلث راح اقولها شذي علنا يذلث عن حياتك عشان تجدد عندك الطاقة لان هنا فيه شيء صاير استك ما قاعدة تجدد الطاقة بسبب انه لحد الان يحوم حولك ولو على الاقل بطاقة ان يفكر فيك لكن لا تخلي هذا الشيء يوقفك عن ان انت مضيقه دمان لان احس لحد الان لو رجع حياتك ولو فتحت للباب هذا الشخص لحد الان طاقته راح تكون شوية سامة مؤذية لان لحد الان كرته مقلوب ومو مستعد ان يتعلم الدرس ويعطيك اللي تبيه ما نضج ملك ولكن مقلوب عند الامكانات ولكن ما يبيعطي لحد الان فلا تضيع وقتك معه العزاب اول سؤال موصفات الشخص القادم في طريقك اربعة الاكواب اما انت اما هو متأفئفين عن الحب راح اقولك شلون وراه فارس الارض فارس الارض قاعد احس انه هو نمط للشخص اللي شفناه في مجموعة المنفصلين ارجعوا لقراءة المنفصلين اذا ما شفتوه وعلى طول سويتوا اسكب وييتوا لقراءة العزاب وهنا عندنا ست الاخصان هذا الشخص يلاحظك في وسط انت مشغول في وسط عمل وسط اهل وسط حتى تدريب انت هنا مشغول وقاعد تفكر بشكل جدي وقاعد تتصرف بشكل رسمي هذا انت لقائكم او شلون انا يحاول يفتح معاك الباب هذا الشخص خلا نسميه الشخص اللي يحسبها صح انا ما احبهم هذا لين الناس لان هذين الناس ما يتصرفون بشكل عفوي هذا الفارس ما يتصرف بشكل عفوي ما يتصرف لانه يحس انه لازم يعطيك هذا الخماسي قد ملك انه انت استاهلا لا يعطيك هذا الخماسي لانه حسب في عقله انه انت افضل شخص عشان يسلمك هذا الخماسي يحسبها مو يتمنى انه يعطيك اياه مو امور القلب امور العقل فارس جدا حذر بما معناه رح يراقبك من بعيد في هذا الوسط المسحوم يشوف انه انت ما عندك اي انتباه اي اهتمام للحب للرومانسية اشوفك هنا انسان رسمي محترف عينك على الهدف عندك اهداف كبيرة تب تحققها مشغول والانتباه والاهتمام صار كله عليك احتمال كبير ان يكون من الابراج الترابية والابراج المائية ايضا موجودة عندنا هنا فهني اشوفه هذا الفارس الحذر البطيء احط استراتيجية واضحة يخططها اشلون يخترق هذا الشخص اللي على الحصان فيه اشخاص محيطين فيه في هذا الوسط المسحوم وهو قاعد يفكر اشلون يخترق هذلين الناس اشلون يتحرك بدون ما يفير انتباههم اشلون يحاول يتقرب منك يفتح معاك باب بس الباب اللي راح يفتحه ترى مو باب حب على طول وتقرب انا راح يحسبها من بعيد ويراقبك اشوف ان انت يمكن مو متشجع عشان تدخل في علاقة حب فشنو راح يسوي؟ لان انسان ذكي ومو عفوي راح يحاول ان يتقرب منك بشكل عملي يفتح معاك موضوع بخصوص التدريب يسألك سؤال يستهبل كأنه مثلا مو عارف هذي الشيوين يلاقيه اذا انت بوسط تدريب ووسط عمل يفتح معاك موضوع مو محتاج انه يفتحه معاك عنده الجواب ولكن يسوي نفسه انه يبحث عن الجواب عنده كانت خلا نشوف وظيفته وشكله عشرة الخماسيات كان المفروض يكون متزوج موارده المالية ممتازه ولكن شكله ما يعكس هذا الشي يعني ما انت هنا متوج امام الناس لانك برجدل وانت واضح ما تخبي شي لما تكون ناجح تراوي ناس انك ناجح تتصرف كقائد لما تكون ناجح لما تكون سويت شي هذا الشخص هو ناجح ماديا ولكن اشوفه هنا يلبس رداء التواضع ما يبي يفتح العين عليه احتمال لانه ما يبي الناس يدخلون في حياته على طمع متبكن ماديا من اسره ايضا متمكنة ماديا ولكن دائما يلبسون رداء ما بقلك التواضع لا متواضع الضعفاء يعني تعرف اللي غني بس يسوي روحه فقير وكان مفروض يتزوج ولكن مو اتزوج لأسباب خاصة فيه ما يبي الزواج اه مو جاد ملك الاكواب ملك الاكواب مرة ثانية عشان تدي اقول لكم ارجعوا في القراءة المنفصلين كأنه ما تكرار للمط هذا الشخص شفت الشخص اللي تكلمنا عنه في قراءة المنفصلين لما احنا حتى في قانون الجذب نكون افكارنا تفكيرنا حتى بنفسنا احنا من وشنو نستحق ما تغير نظل نجذب نفس الاشخاص لحياتنا هذا الشخص وايد وايد بشكل مخيف اما هو نفس الشخص اللي جاي من قراءة المنفصلين او شخص جديد ولكن بالضبط نفس النمط نفس الستيروتيب نفس الوظيفة الارتياح المادي كل شي موجود تحت رجله وفي يده ويقدر انه يرتبط المفروض يكون ارتبط ولكن عنده مشكلة تشوفه من بعيد تقول هذا العريس اللقطة لما تتعامل معه وخلاص تبتدي ترتاح لتتعلق فيه تعرف بعدها متأخر انه عنده مشاكل مثل ما قلت لك بخصوص الزواج لازم اكون صريحة معاكم لما تحس انك قاعد تجذب نفس النمط لازم تتباعد عن النمط هذا خلاص النمط اللي ما قاعد يعطيك اللي انت تتمنى في الحياة خمسة الاكواب المزيد خلا نشوف حين شغله خلا نركز شفنا طاقته خلا نشوف شغله شكله وسيم محافظ على جسمه محافظ على شكله يلبس لبس جدا انيق يعني خلا نقول well represented بس يميل الى الالوان الداكنة عنده اسرار مجال عمله عنده كذا مجال عنده دخل يأتي من صوب الاهل وايضا هني يعمل في مجال اما طبي اما الشي خاص العقارات التجارة في شي هني خاص التجارة ولكن اللي معاجب نفتاق تنى دائما يلبس رداء اللي الضعيف المسكين اللي ما لا ييد في اي شي خمسة هو رقم الفقراء بغض النظر عن الكرت نفسه هني الرقم هو اللي يعني الكوايد يبر جدا له خمسة يلبس امام الناس لبس الفقراء هذا ما تشوفه ابدا في مكان تقول هذا ولد خير وعنده اموال هذي حقيقته وهذا مظهره في اسمه قاعده اتشوف او اسمه حرف الطه ما ادري ليش في اسمه اسم جده اسم عائلته لقبه ممكن يكون حتى عمله طبيب طالب هنه في حرفطه خلا نشوف شلون تتعامل مع ثلاث الاخصان وجنبها ملك السيوف ملك السيوف تدري شين يقول حامل السيف مو عشان يخوف احد او يقص احد ملك السيوف لانه دبلوماسي انضج من ملك السيوف يقول لهم يقول الاشخاص قدموا لي حجاتكم قدموا لي مشكلاتكم اثبت لي ليش لازم اعطيك فرصة ليش انت استحق وقتي وانتظاري وتطلعي ليش اصلا لازم اتعب نفسي حتى لو خمس دقائق من وقتي احطها معاك اتكلم اعطيك فرصة ليش اقنعني ولكن ملك السيوف حذر اذا تشوف السيف يحمله قريب من جسمه يحمي فيه نفسه مو يقطع فيه او يحارب فيه يدافع فيه عن نفسه لازم تكون على طول في طاقة الهواء طاقة التعقل مو طاقة القلب عريس لقطة مادري او حتى عروس لقطة مادريش يقولون ان انا ممصدق حصلت هالشخص لا محتاج انك تحكم عقلك لان اذا حكمت عقلك راح تشوف انه فيه مشكلة شنو المشكلة اللي قاعدة اسمعها هني واحد ناضج اكثر من اللازم مثل الفاكهة اللي ناضجت اكثر من اللازم ولكن لحد الان ما تزوج فيه علامة استفهام كبيرة على استعداد ورغبة ومدى التزام هذا الشخص بالزواج بالارتباط طاقة هذا الكارت انا متأقدم اليوم فاكهة انه طاقتها وهو نمط للشخص اللي شفناه في القراءة المنفصلين لا تستثمر معا وقت تخلك كأنما هني دائما في رمشة عين مستعد انك ترحل تتباعد تخرج نفسك حتى من التعامل معاه لما تشوف منه اي علامات تحذيرية اي رد فلايكس على طول تسحب واخر كارت شنو لازم تتعامل معه البرج البرج هني يقولك اذا ما سوي اول كارتين راح يصير اللي صار معه للشخص اللي في قراءة المنفصلين شنو اللي احسه صار نتعلق بشخص لان اول شي احنا نقدم القلب في ثقافتنا اول شي نقدم القلب مو اول شي نقدم معاييرنا وشروطنا والعقل لا فما يصير فيه فلترينج ما يصير فيه ترشيح شنو فلترينج بالعربي ما يصير فيه اشخاص معينين تنطبق عليهم الشروط وهم اللي يدخلون حياتك اصير فيه دخول عشوائل الاشخاص حتى الاشخاص اللي شكلهم من بعيد مناسبين وزينين ولكن حقيقتهم عندهم مشكلة تخص الطفولة تخص الارتباط تخص عندهم مشاكل عاطفية انت مو شغلتك ولا حتى انا شغلتنا ان احنا نحل مشاكل الناس العاطفية لما يبير طبط بسبب انه عنده ازمة بسبب انه عنده شي في نفسيته مو شغلتك انت تحلها لكن شغلتك انه انت تختار الشخص تنقيه تفحصت حتى تحت المجهر في البداية عشان بعدين ما تستثمر معاه وايد وتكون وصلت لمرحلة التعلق وبعدين تنصدم لما هو اللي حط شديد سيف جدا يقولك انا ما اقدر ارتبط انا ما افكر بالارتباط انا صراحة مو هذا اللي كنت ابيه من العلاقة لحظة البرج اللي لازم اطيح الكلام اللي صعب احنا نسمعه اللي ننصدم فيه لما نسمعه اللي لما نسمعه خلاص نصير ما نقدر نقف مو نقدر نقف على طولنا خلاص برج الدلو انت من انضج الابراج وانت اللي ممكن تفهم اننا احنا مو وظيفتنا نساعد شخص على النضوج وناخذ شخص تحت جناحنا بما انه برج الدلو هوائي مو انت شغلتك اللي تاخذ شخص تحت جناحك اوكي وتصلح فيه الاشياء المكسورة ابدا اطاقلك انه مو هذي شغلتك لا تكرر النمط اللي صار مع هذاك الشخص اخر اخر مجموعة المرتبطين اول سؤال كيف يراك الشريك اربعة الخماسيات الشريك شوفك ان انت شوية عندك تحفظ على الصرف صرت حذر اكثر ماليا انزين وايضا في نفس الوقت ما صرت تثق بالناس وتعاشرهم بسهولة واي تحذر مع الناس عندك ايضا نظرة دونية تشوف ان انت افضل من الناس و افهم من الناس يمكن جزء من هالكلام صحيح انا برج الدلو مستر الابراج الهوائية هو صاحب السيف بسرعة يقدر يكتشف حقيقة الاخرية عشان شذي حذر في تعاملاته هو يشوف انه عندك مخاوف و حذر ستة السيوف ولكن مقلوبة لما تكون شذيه معناته احنا مستعدين ان نمضي قدما في درس مؤلم تعلمناه في حقيقة مرة تعاملنا معها مستعدين ان نمضي قدما لما يكون الكرت مقلوب مثل ما طلع عندك انما شريكك احسه واقف من بعيد يب يساعدك ولكن مو في يده هذا التغيير يقول لك فقط انت اللي تقدر تحققه يا برج الدلو انه شنو انه صح في ناس خذلوننا ممكن من اهلة من اهلك ممكن حتى من الاصدقاء ناس وثقنا فيهم استثمرنا معاهم وخسرنا فصرت الحين مو مستعد تستثمر مع اي شخص البقج او الم اللي صار في الماضي قاعد تحمله معاك لكل علاقة جديدة علاقة صداقة علاقتك مع الشريك علاقتك مع اي شيء الشيء كأنه ما اثر من طبع في نفسيتك اوكي وكارت النجم هذا ايضا كارتك ولكن هنا مقلوب لما يكون الكارتش ذي معناته امل الامل موجود انت فقدت الامل بخصوص اشخاص معينين شريك يشوفك انه انت فقدت الامل او وصلت لمرحلة يأس من شيء معين من بزنس من صداقات منه اهوه سوى شيء زعالك مثلا فكأنما هو انت معاه من اجل الشراكة ما تب تنهي الشراكة ولكن في نفس الوقت ما قاعد تنمو معاه احس ان انت خلاص استسلمت قلت هذا الشخص شريكي ما راح يتغير ما راح اتعب نفسي وحاول معاه ويمكن يكون اشخاص ثانين انت اللي تقدر تعرف السؤال اللي بعده ما هي نقاط قوتك في العلاقة اتمنى ان انت تقدر تطلع من هالطاقية برج الدلو وتصير هني كروتك مستقيمة الظل حذر مع من تستثمر وقتك طاقتك ولكن على الاقل الاشخاص اللي يستحقونها يقدرون حصلون على الامل الحب التعاطف الثقة من جانب ما هي نقاط قوتك كرت الرجل المعلق وبعدين كرت العالم واخر شي سبعة السيوف والنقاط قوتك او النقاط القوى اللي يشوفها الشريك فيك ان انت عندك حلول لاصعب واكثر المسائل تعقيدا عندك حلول مبتكرة لو انتهت الحلول عند كل الناس في ناس معينين في ابراج معينة دائما عندهم الحلول لهاي المشاكل العالمية الكبيرة المعقدة مشاكل كبيرة حلها بسيط عندك انت هذا من نقاط قوتك انه ما تنعدم عندك الخيارات ما تنعدم عندك الافكار انت بحرق او محيط من الافكار الخلاقة يعني حتى لو صادك تعسير مع الشريك او في وضع غير عندك حل لو بغيت توجد الحل توجد الامل تقدر توجده تقدر تعكس هالطاقة سبعة السيوف تعرف ترى من نقاط قوتك ان انت تعرف متى تكون الامل والطاقة الايجابية وايضا تعرف متى تكون الطاقة السلبية احس هني برج الدلو انت مو داخل في طاقة خارجة عن سيطارتك لا احسك انت باختيارك لان هذا الين فوق بعض انت باختيارك قلبت هذا الكرت يلت تعرف شنو ما راح اعطي اي شخص ما يستحق وقتي رحمتي تعاطفي حتى ابتسامتي ما راح اعطي اي شخص اشوفه ما يستحق او اجامل حتى او احاول ابدا فقط اللي يستحقون اهما اللي راح اعطيهم يعني ابتديت تتبع سياسة صارمة سبعة السيوف اهما هني اللي تحت النجمة المقلوبة ما عندك مشكلة ان تحارب الظلام بالظلام انت تكون في المنطقة المحايدة المنطقة المحايدة يعني انت لا ايجابي لا سلبي اللي عاملني بطيب بعمله بطيب اللي عاملني بسوق بل عن خيره انت تقدر بسرع انك تغير طاقتك وهذه ترى من نقاط القوة ولو ان في ناس يمكن ما يتفقون معاك ان انت لازم لا لا دائما ايجابي دائما وردي الحياة مو دائما وردية محتاجين اسلحة مختلفة للتعامل مع مواقف مختلفة وانت ملكها وانت الماستر ما لها لان هذا الان سيوف وانت ماستر السيوف بالمختصر لا تخلي احد يقول لك او يملي عليك شنو تسوي من يقول ان احنا لاكزم دائما دائما ردة تفعلنا لإيذاء الاشخاص انا دائما نسكت دائما نكون مثل الشجرة اذا ما عطيناهم ثمر ما نؤذيهم من يقول من يقول ما في ما في هنا اشوف برج الدالو يقول علاقة طاقتي اما راح احذف او ارد السوء بالسوء او راح اسكت بس ما راح اتعاطف اني مور ابتداء تطلع عندك طاقة التمرد الزيادة طاقة الظلام انا بالعكس احبها كل طاقة لها وقتها ترا انزل كيفية التوافق بينكم لشهر ثمانية عندنا ملك الارض انت الي قاعد تحط الاستراتيجية انت الي قاعد تخطط انت الي قاعد تحط خطط الاموال اللى تكون ضخمة انت الي قاعد تخطط شريكك او هو اللى قاعد ينفذ انت تخطط او هو ينفذ فيه بينكم توافق جميل خصوصا في الامور العملية الامور اللى تخصى الاموال جدا جميلة وتشوف هني احتمال كبير لتغيير مفاجئة فى حياتكم انتو الأثنين تغيير إيجابي كبير وقلت لك هني أنت محيط أفكار خلاقة يمكن أحس في لحظة أنت وشريك تقررون قرار كبير يخص أن تفتحون وممكن مشروع معين تغيرون الدولة اللي تعيشون فيها قرار ضخم يفاجئ اللي حولكم ما حد يتوقعه ويصدم الآخرين وتكونون مخبين عن الناس مثل الحرامي لأنها سبع سيوف وهو الحرامي في منتصف الليل مثل الحرامي في منتصف الليل ما تقولون للناس حتى المقربين وإنما تصدمونهم تصدمونهم بخبر يمكن أنتوا راح تبتعدون أنتوا راح تعيشون في منطقة ثانية وكلام ولكن هذا الخبر هذه التغييرات الإيجابية لأنجوا على شك أنها تدخلون فيها راح ما أقول لك فقط تحسن دخلكم المادي أنت والشريك خصوصا إذا كانوا برج ترابي أنزين راح تدخلون في مرحلة اسمها الثراء مو يسر الحال لا هنا أشوف الثراء من بين عندنا صعوبة في الأموال إلى الثراء وآخر كرت برج الجدي برج الجدي الترابي كرت الشيطان كده أبي أقول شي بخصوص هذا الكرت توافق بينك وبين الشريك راح يكون في ما باقول لك أنت هنا على وشك أن تدخلون نقلة نوعية في توافق بينكم الحمد الله أنت تخطط أو هو ينفذ ولكن في شي يزعلك شريكك راح يخبيه عنك خلال هذا الشهر مو بسبب خيانة أو شي لا بسبب خايف من ردة فعلك ما يبي يزعلك ام احتمال كبير أنه مثلا يعطي أحد يسلف أحد فلوس مثلا بدون ما يقول لك أنتم متفقين على خطة معينة عشان تشترون بيت عشان تقومون بهاي التغيير الضخم تتحولون للثراء هو راح يسوي شي من ورا ظهرك يسوي بنية صافية ولكن لو دريت عنه راح يزعل ما راح يهدم العلاقة مو من الأغلاط اللي تهدم العلاقة ما أشوفه أغلاط كبيرة وإنما أغلاط أن شريكك شوي راح يكون متعاطف مع الآخرين أكثر منك في الفترة القادمة أو في شي وعدك أنه يتركه مثل التدخين مثل أنه يدين يسلف الناس مثل أنه مثلا ما يصرف أكثر من هالمبلغ على هذا الشي وعد معين بخص هذه الأشياء راح يسويها بدون ما تدري وما يخبرك عشان ما يزالك